جانا لكم مشاهدين مستكملين فقراتنا وآخر فقرة بين الهوس والحاجة طبعا اليوم بنتكلم على أحدث ما توصل له الطب الحديث واعتقد الكل سماع عن الهوس الجديد اللي يجتاح العالم وأقصد بكلامي هنا تحديدا عمليات تجميل الجفون تلك العمليات اللي تعدكم بجمال لا يقاوم ولكن لا تنتهي بمأساة قاسية في بعض الأحيان بالفعل خديجة أجل بمأساة قاسية مشاهدين فبينما أكيد يسعى كثيرون للحصول على عيون جذابة خالية من التجاعد يغفل عن المخاطر الكامنة وراء هذه الإجراءات خلونا مشاهدين نعرفكم على مخاطر تجميل العيون وقصد جفون وإلى آخره من هذه الأعمليات في هذه المادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نرحب الدكتور محمد سالم خصائي طب وجراحة العيون مساء الخير يا دكتور مساء نور مساء الخير ونور وسرور الجفون وقمال العيون هدف المرأة دائما أن تكون عيونها حلوة تكون أنها ما عندها خفزات تكون ما عندها هالات فتلجأ لعمليات شد وقص وبيوتوكس وفيلر للجفون إلى الآن الكلام عادي أين الخطر في الموضوع دكتور؟ والله الحقيقة هو عمليات تجميل العيون والجفون ما نقدرش ننكر أنها يعني برضو بتغير حاجات كتير بعض الناس بتعتبرها من يعني ظاهريا من دفوهاتهم أو شكلها المش مرغوب والكلام على الرجل والست بيضاوي يعني أدئي إحنا هنستفيد لو إحنا دخلنا نعمل إجراء زي ده أو عملية من النوع ده نعم وبعض الاحتياطات بتخليه في الأمان ويقدر يعمل العملية بأمان بس يكون طبعا ما حد متخصص في النوع ده من العمليات وفي مكان المجهز أنه يجرى لي إجراء زي ده نعم في حال عمليات؟ سواء عمليات أو إجراءات حتى يجرع نعم نعم دكتور السؤال الذي يطرح نفسه اليوم لكل يريد يسويها العملية ومش غلط أنك أنت اليوم إذا كنت بي حاجة لأنك تسوي عملية تجميل لجفن عينك أو لعينك لأن الحاجة اليوم تفرض عليك هذا شيء لكن ما بين الهوس والحاجة كيف نحن نحدد حاجتنا لعملية تجميل بجفن لحق مثلا مادة البوتوكس أو الفلر اللي موجود الآن في عمليات التجميل فكيف أقدر أقيم أو أقدر حاجتي لإجراء مثل هذه العمليات؟ طيب الأول أحب بس أعرف الناس يعني إيه بوتوكس نعم وأعتقد أن هذه المعلومات ممكن تكون جديدة على البعض طب البوتوكس عبارة عن سم بايزن بيطلع بيستخرج من بكتيريا اسمها كتوستريديان بوت هلينم التسمم بالنوع ده بالسم ده بيعمل شلل وقد يؤدي للوفاء ده لو كان بشكل طبيعي لو درجة عالية بالضبط دوز عالي آه اللي هو التسمم بالمعنى المفهول تام لكن علشان هو بيستخدم في المجلة الطبي بشكل مدروس قدروا يوصلوا لتركيز معين بيعمل شلل مؤقت في العضلات فبدأ يستخدم في النطاق الطبي علشان يقلل من تقلص العضلات اللي ممكن تكون التقلصها ده بيعمل مشكلة وبدأ من هنا يستفيدوا بي المهتمين بعمليات التجميل أو بإجراءات التجميل علشان يساعد في أنه التجعيد تختفي والشكل العام يكون مظبوط لكن هو زي ما حضرتك قلت مسألة الهوس خلت المسألة دي بقت بتجرى بشكل يعني على نطاق كبير وفي مراكز كتير مش متخصصة وأوقات كتير بتتعمل في منطقة العيون بحد مش دكتور عيون وبالتالي ما بقاش قادر يعرف إيه الحاجات اللي ممكن تنبني على إجراء زي ده وما بيعرفش يتعامل مع المضاعفات اللي حصلت بالضبط كده فالقرار السليم بيتاخذ على الاحتياج احتياج المريض للإجراء ثم الطبيب المتخصص اللي عارف إزاي يقدر يتعامل مع المضاعفات أو الأثار الجانبية للحاجة اللي هو بيستخدمها نعم فبيستخدم في انحراف العين في ضعف العضلات القوية المتقلصة علشان يساعد في تنشيط العضلات الضعيفة وهكذا فلو يستخدم بدراسة معينة يقدر المريض يتجنب المضاعفات والمشاكل حين سؤال بس للتوضيح دكتور يعني البوتوكس ينحط في المنطقة حول العين نحن هنا نتكلم وقلت لازم مختص أو دكتور عيون إجراءاتكم الطبية لمشاكل العيون الطبية أين يحقن البوتوكس بالضبط؟ في نفس المناطق أم داخل العين؟ لا البوتوكس بيحقن قريب من العضلات اللي فيها تقلص اللي هي عملة تقعيد ممكن تأشر لنا على عينك؟ يعني خلينا ناخدها من فوق لأنه مش بس الحق نحاولين العين هو اللي بيعمل المشاكل أو قاتل حقن في الجبهة هنا مثلا في الخطوط دي ولو تسرب جزء من البوتوكس للعضلة الرفعة للجفن العلوي بتعمل ارتخاء في الجفن العلوي ودي حاجات أنا تعرضت لها ومش أنا اللي حقنت دكتور عيادات ما فيها دكاترة عيون اللي يحقنون البوتوكس تجميل عسبشي جاعدة أسأل أيها علشان كده أنا قصدي أقول أنه حتى الدكتور اللي بيتعامل مع العضلات القريبة من منطقة العيون لازم يكون عارف أنه لو تخطى تركيز معين أو المكان اللي هو بيحقن فيه مكانش يعني مكانش بالضبط زي ما هو عايز هيحصل تسريب للمادة دي عبر الأنسجة الرخوة اللي تحت الجلد وتبدأ تأثر على العضلات المحيطة آه بالضبط وكل ما كان هو تجاوز عمق معين كل ما كان الضرر أكبر فهي المسألة المسألة دقيقة جدا أنه يستخدم سم زي ده علشان يعالج بيه حاجة معينة فإحنا مش عايزين نضر بقية الحاجات اللي جنبه والفيلر الفيلر ده موضوع تاني الفيلر هو هي بيداري بيها المشكلة ما بيعالجهاش مثلا أننا مش التراهولات بقى بس لكن عايز أقول بروز آه بالضبط يعني بروز الدهون المحيطة بالعين كوسائد علشان العين ما تخبطش فيه الجدار العظمي للأوربيت أو الحجاج فلو حصل بروز للدهون دي بتعمل طبعا يعني كمان بروز للجلد المغطيها وبالتالي هو بيبقى عندنا كمان الجلد ده من كتر ما هو مضغوط له قدام بقى حصل عليه بعض التراهولات لو إحنا حبينا نداري المشكلة هنستخدم فيلر بس الفيلر فيه مشكلتين أولا أنه مؤقت فهي المشكلة هترجعت يعني بعد شوية من 6 إلى 9 شهور فمش معقول كل شوية هيروح ياخد نفس الرسك ويحقن نفس الحاجة اللي هي برضو ممكن تعمل لنا المشكلة التانية اللي هي التلايف اللي بيحصلت في المنطقة دي لأنه المنطقة دي أنت بتحقن بين طبقات الجلد حاجة بتباعد الأنسجة عن بعضها والجسم لو تعامل معها على أنها جسم قريب بيبدأ يعمل عليها تلايف فقد نضطر أننا في الآخر نعمل عمليات علشان نشيل التلايف والمادة اللي عملت التلايف ونعالج المشكلة من أول ويديد بعمل جراهي اللي هو الشرميم نعم بالفعل خديجة دكتور بعيدا عن الحقن والبوتكس وأيضا الفيلر هناك عمليات قص الجفن والآن نراها في عالمنا العربي وحتى على مستوى العالم مخاطرها وهل هناك بالفعل حاجة لمثل هذه العمليات اللي هي أنت اليوم تقص هذه التجاعد اللي تكون تحت العين بدل أنك تحقنها طيب خلينا ناخد الموضوع من فوق مثلا يعني من المنطقة العلوية للحاجب والجفن العلوية أنا بنفسي عملت عمليات لناس كان من تهدل الجفن العلوية والحاجب مش قادر يشوف كويس أو حاسس أنه المجال البصري مش معاتش قدامه مفتوح زي ما كان قبل كده هل هذا طبيعي أم مع تقدم العمر؟ مع تقدم العمر ممتاز والعملية اللي أنا عملتها دي عملتها للرجل يعني هو مش جاي علشان تجميل بالضبط هو جاي علشان هو حاسس أنه بقى فيه ضيق في الجزء العلوي من المجال البصري وبالتالي هنا المسألة لما هناخد ريسك عملية زي دي قد يكون لها مضاعفات زي العدوى زي أنه يتعرض لمشاكل في التخدير أنه يتعرض لمشاكل فيه من زي النزف والحاجات دي فإحنا عندنا ضرورة محتاجينها من وراء النوع ده من العمليات نعم فهنا ساعتها هتبقى الموازنة معقولة نعم لكن لما أروح أعمل الكلام ده وأنا قريدي ما عنديش الجزء ده من المشكلة يعني يعني ما عندي الحاجة مش بس كده وكمان الأنسجة ما بتطوعكش يعني الأنسجة وأنت بتعمل القص والتقريب الأنسجة من بعضها والشد والحاجات دي أنت بتحس أن أنت مكانش وأنا بشتغل بيبقى لازم يكون معايا نسيج يعني يغطي المنطقة عشان ما يتعرضش بعد كده لأنه يبقى عنده تشوه أو يفتق أوي أوي ما يجدر يغمض آه بالضبط بالضبط حقيقي بس لما بيكون التهدل للحاجب مصحوب بتهدل للجفن العلوي فبيكون هنا رفع الحاجب ضرورة في رفع العضلة اللي بترفع الجفن العلوي فهي برضو هنا ضرورة يعني أنت أصدق لو هو عملها على سبيل التجميل أو لمجرد أنت تحسين الشكل نعم طيب اللي استنتجتها من كلامك دكتور في الختام رأي ونصيحة بنفس الوقت لأني استشعرت من كلامك أنك ضد عمليات التجميل إن لم تكن لحاجة طبية حقيقي ابتسامتك تؤكد هذا الخبر إن لم تكن لحاجة طبية فأنا ضده طب لماذا بنصيحة علشان إحنا سلامة المريض أهمة عندنا من أي حاجة تانية زي مجرد أن نحن نحسن شكله أو أنه يبقى بيزنس فسلامته أولا أنا كطبيب يهمني الموازنات ويهمني قبل ما أخذ قرار أني أعمله عملية إنه يكون فعلا محتاجها زي حد عنده جفن مرتخي عن جفنه ومحتاج إنه أشوف بعينيه لتنين فدي عملية من عملية التجميل قد تستدعي العملية دي قصه وهكذا فدي عملية ضرورية كمان علشان المريض يبقى عنده درجة قبول لأي حاجة من المضاعفات أو الأثار الجانبية لما بنكونوا أخذين القرار سواء على إننا محتاجينه نعم بالضبط إذن في حال إحنا مش محتاجين هذا الشيء لسبب طبي لدى علي المخاطرة أطلق شكرا دكتور محمد سالم خصائي طب وجراحة العين في مساء المارات أعطيك الفعافية شكرا دكتور على هذه المعلومات والنصائح وأهمية الموضوع حقيقة أنه شفنا فيك يعني الحماس أنه لا أنت ضد بالفعل الحاجة 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 شكرا لك يا دكتور شكرا قزيلا أهلا بس ختامها ختامها ما أودنا نختم معاكم مشاهدينا لكن أكيد يتجدد باتشر اللقاء معكم بنفس الموعد مع فقرات ومواضيع مهمة همكم أكيد إلى هنا تصبحون على ألف خير ويعطيك ألف عافية يا خديجة عافية ربي يا سالم شكرا مشاهدينا على حسن المتابعي تجدد مسان الإماراتي باتشر إن شاء الله تصبحون على ألف خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة